وبحضور فخامة أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة ومعالي الشيخ نهيان بن بارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي احتفل المعرض الدولي باليوم الوطني الفخري لكينيا في ساحة الوصل وفي كلمة له خلال الاحتفال وجه الرئيس الكيني تهنئته للإمارات بنجاح هذه النسخة من إكسبو وقال إن الإجراءات التي تبعتها الدولة بمواجهة وباء كورونا جعلت من إكسبو مكانا آمنا من جانبه قال معالي الشيخ نهيان بن بارك الانهيان إن الإمارات تتطلع إلى العمل مع كينيا وكل الشركاء الدوليين من أجل مستقبل آمن كينيا حريصة جدا على بناء وتقوية علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال المشاركة بإكسبو نتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية جديدة وجذب استثمارات جديدة وجلب سياح جدد للاستمتاع بكينيا وكل عواملها الجذابة فخامت الرئيس إن وجودك اليوم يؤكد ويعكس متانة العلاقات والروابط القوية بيننا خاصة لتزامن ذلك مع لحظات مهمة في تاريخ بلادنا فقد احتفلنا مؤخرا باليوبيل الذهبي لدولتنا خلال انعقاد هذا المعرض الدولي الاستثنائي على أرضنا وهو المعرض الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا